نسمع الحديث التالي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك على نفرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هايعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل بغنيمة في رأس شافة من هذه الشعب أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير انظر طب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن يعتزلهم طب هنا الأحاديث تقول أن هذا خير الناس لأنه يعتزل الناس فكيف الجميع بين الأحاديث هل في الأحاديث تعارض الجواب لا وإنما هذا ماذا يسمى مشكل الحديث وأيضا علم المصطلح يسمونه مختلف الحديث وقد كتب ابن قتيبة كتابا سماه ماذا مختلف الحديث وكتب الطحاوي كتابا سماه مشكل الحديث هي 16 مجلد مطبوع يعني الأحاديث اللي ظاهرها التعارض هو ما بي في بينها التعارض طيب عشان أشوف الشباب صحيين ولا نايمين أشوف أكا من إصمع الآن مين بيعيدلي السؤال مش بيجاوب مين بيعيد السؤال طيب عشان أشوف أكا من واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سابعة بس اللي بيقدر يعيد السؤال أنا ما قلت لك شؤون عاد كبدك تجاوب إذا مش قادر يتعيد السؤال طيب السؤال كمان مرة أشوفنا يمتنا منظر السرحانين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير ممن يعتزلهم وفي الحديث الذي قرأناه الآن يبين أن هذا خير الناس الذي يعتزل الناس فكيف الجمع بين الأحاديث الجواب إذا كان ابتعادك عن الناس يزيدك طاعة لله فهو أفضل لك وإذا كان اقترابك للناس يقربك لله فهو أفضل لك نعم هذا يختلف باختلاف الشخص فبعض الناس إذا خالط الناس دعا إلى الله وذكر في الله وعلمهم وأرشدهم وبإذن الله أنقضهم فهذا يخالط الناس خير له وبعض الناس إذا خالط الناس ما به تراجع ولم يعد على استقامة وديانة ولا استجابة فماذا الأفضل في حقه أن يعتزل الناس أو أن يقلل يا أخي مخالط الناس شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن ينتقم منه أعداؤه فجعلوه في السجن مع المجرمين قال خلاص الآن لا بضل علم ولا فقه شو بنا نحطه مع مين شو بني يحكي لهم سكارا وألف باجي بدال من الذنوب والكبائر ولكن الله فتح عليه فخاطبهم ودرسهم وعلمهم حتى تابوا وأصبحوا طلبة علم وكانت المفاجأة أن أحدهم حان موعد خروجه من السجن فقال لا أخرج وابن تيمية هنا صار السجن عنده أحب إليه من ماذا من بيته وزوجه وأولاده لأنه في مين ابن تيمية الذي يعلم الناس فبالتالي أخي في الله اسأل نفسك هل أنت من المصلحين أم أنك إذا تركت مباشرة تنحرف وتنجرف قارن نفسك بهذه الأحاديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر